كم هي الأشياء الآن التي يعج بها الوجود ويضج ولم نكتشفها إلا قبيل زمن نسير أشياء كثيرة جدا جدا مثلا أنواع القوى في الوجود أنواع القوى مكتشفة في العصر الحديث القوى الكهربية الكهروميغناطسية قوى الجاذبية قوى النووية الضعيفة قوى النووية القوية وهذه القوى الأربعة الحاكمة في الكون هذه لم تكتشف إلا في العصر الحديث على النحو الذي نعلم على النحو الذي نعلم بالوصف العلمي الدقيق هل كانت قبل ذلك معدومة؟ أبدا موجودة موجودة من أزمان قبل خلق الإنسان قبل وجود الإنسان ودبه على هذه الأرض ودبه على هذه الأرض أما أن الإدراك الإنساني تناولها وحصلها وأصابها متأخرا فهذا أمر لا يؤثر على حق نيتها لا يؤثر على حق نيتها لكن هل هذا هو المعيار الوحيد أو المعيار الأفضل لتعيير الحقائق لتمييز الحقم الباطل؟ هذه المسألة ليست بهذه البساطة في الحقيقة يعني شئت ورغبت بل وجدتني مدفوعا مضطرا ملزوزا أن أتابع الكلام في الخطبة الماضية لأني وجدت الموضوع الشديد الحساسية مع كونه شديد الأهمية يتعلق بإيمان المؤمن كما يتعلق بإلحاد الملاحدة وشك الشكوكيين ولا أدرية اللا أدريين لأن هناك من الناس من يقف بين البينين كما يقال من يقف بين البينين يعني يعلق الحكم يقول الأدلة تقريبا متكافئة لدي أو الأمر بحد ذاته غير قابل لأن لأن يبت فيه مش بي علشان بش علشان فقط تكافؤ الأدلة الأمر بطبيعته غير قابل وهذا نوع من الصفصطة وهذا نوع من الصفصطة وهو نوع أيضا من الشكوكية على كل حال لدينا اللا أدريون لدينا الشكوكيون لدينا الصفصطيون لدينا الملاحدة الملحد يشترك مع المؤمن تقريبا في الجزمية كلاهما جازم جوغمتك كلاهما جازم قطعي المؤمن يقطع بوجود الذات الإلهية اللهم ثبتنا على الإيمان بك وزدنا إيمانا وتبصرا وتنورا وتنويرا ويقينا ورسوخا في الإيمان بحق لا إله إلا الله والملحد والعياذ بالله تبارك وتعالى جازم بالعكس بأنه لا إله جازم أو قريب من الجزم لأن الملحد العاقل يقول لك لا أجزم ولكن أرجح والنسبة طبعا متفاوتة بين ملحد وآخر بلا تبرير تتفاوت بلا تبرير هي هكذا لأن هناك تشوشا لأن هناك تشوشا ولولا كما تعلمون بين مجدوجين لولا أن الإلحاد انبعق في هذه السنوات الأخيرة والعياذ بالله وانبعث انبعاثا مجنونا مهوسا لما طولنا بذكره والعرض له هذا نوع من الاستسماح هذا نوع من الاستسماح منكم ومن يتابع هذه الخطبة لأنني على دراية بما ستلفون من صعوبات بسبب غموض كثير المصطلحات والمعاني وعدم اتساع المقام والبين لشرحها وإضاحها أيها الإخوة وأيضا للتركيز وكثرة المفاهيم وتلاحقها وارتباطها ببعضها البعض وطبيعة الموضوع فلسفية طبيعة الموضوع ولا تخافوا ولا ترهبوا من كلمة فلسفة وفلسفية كلنا بمعنى أو بآخر نمارس الفلسفة شئنا أم أبينا حتى الذين يعادونها ويجافونها ويحادونها كما أشار أرسط شيخ الفلسفة من قبل لا يتيسر لهم هذه المجافاة والمعادة إلا بماذا؟ بضرب من ضرب التفلسف لو دعني التفلسف